شفتوا بالتسكية نجاح الكابتن عماد متعب والأستاذ أحمد دياب والمهندس عامر حسين والأستاذ شريف صالح والأستاذ خالد رفعت الخمس ممثلين للأندياة الثمنتاشر أضيف إليهم اتنين ممثلين لمجلس إدارة الاتحاد اللواء صفية دين بسيوني واللواء ساروة تسويلا عشان يكتمل العدد سبع أشخاص دول المكتب التنفيذي لربطة الأندية المحترفة هيكتمعوا إن شاء الله يوم الأربع علشان يشكلوا هيئة المكتب يعني من خلالهم هيختاروا مين يبقى رئيس الربطة أنا مش فهم يعني ده المكتب التنفيذي للربطة الربطة نفسها بقى حتضم ناس تاني ولا خلاص على جد لا لا خلاص ما هو أنت الثمنتاشر نادي ما يسموش بقى يبقى الرابطة لجنة هو ده المكتب التنفيذي للربطة الأندية الثمنتاشر نادي كل نادي رشح واحد يمكن كان الأستاذ أحمد دياب رشحوا حداشر نادي ده اللي خل العدد بتاع المرشحين ما وصلش للثمنتاشر لكن الأهلي رشح الكابتن عماد متعب والزمالك رشح الأستاذ خالد رفعت والاتحاد رشح الحج عامل حسين نجحوا بالتسكية ما تعملتش انتخابات بالإضافة الأستاذ شريف صالح فبالتالي أصبع عندك خمسة منتخابين بالتسكية وضيف إليهم حسب اللايحة اتنين من مجلس دارة الاتحاد اللي هو صفي الدين بسوني واللواء سروة سويلم يكتمل العدد لسابعة يوم الأربع يعودوا يشكلوا هيئة المكتب سواء اللي جان اللي هتبقى مختصة من اللي هيدير المسابقة من اللي هيرأس الرابطة بالإضافة إلى كل الترتيبات للمرحلة الجاية لو سألتك تأمل ايه من الرابطة؟ أولا تعالى نعلق بس على التشكيل طبعا التشكيل تبدو لي للوقل الأولى من أصحاب الخبرة الحاجة عامر حسين اللي هو صرط سويلم واللواء صفي الدين بسوني الخبرات الإدارية المدين قبل كده بس الخبرات الأكتر شوية هتبقى عند حاجة عامر حسين وعند اللي هو صرط لأنه كان في لجنة مسبقات مدير تنفيذي عنده بس ما يقولناش بالخبرات بقى بالزهنية السابقة يقولنه بالخبرات بزهنية جديدة جدا فيهم واسق إنه هو لما حيبقوا متحررين من الضغوط لأنه هم اللي هياخدوا القرار هم أصحاب القرار محدش فوقيهم فيما يتعلق بإدارة المسابقة التشكيل التاني في ناس وعدة أنا أعرف خالد رفعت شاب مصقف طبعا عنده خبرات في مجال التسويق كان معايا حتى وإحنا في لندن هو دكتور أشرف صبحي وتزمننا في الحتة دي بناخد دورة كون الكابتن عماد متعب أول تجربة له نتمنى له التوفيق وإنه وهو كده حصر مشواره الإداري الإداري فإنت إذا كنت حترتبط بذلك المكان عليك أن تكون ذاكر يا كابتن عماد أنت شخصية رائعة وحتكون موزون وحتكون دغري أنا متأكد لأنه دي بتتربى على كده وإنت كده ينتظر من الاتنين دول جايين إن كانوا عندهم خبرات المؤسسات اللي جاية منها إداتهم خبرات كتيرة في حاجات معينة هيكتسب بها خبرات العمل إداري جوه الاتحاد الباقي بما فيهم واضح كده إن في 11 نادي اتفقوا على الأستاذ أحمد دياب واضح نروي العمال يعني أنا معرفش خلفه رئيس نادي زد رئيس نادي زد رئيس نادي زد وعضو في البرلمان رئيس نادي زد نادي زد في الدرجة التانية ولكن هو دلوقتي منتخب بإجماع لربطة محترفين القسم الأول إذن 11 نادي قعدوا مع الرجل ده أو قدم عليهم بخبراته وتوسموا أنه عنده قدرات إدارية ورؤية مستقبلية وإدراك كامل بمشاكل الكرة المصرية أنه يقدر يصلح عليه أن ينسى انتماؤه نمرة واحد عليه أن ينسى تجربته في زد زد دلوقتي في الدرجة التانية ماناش دعو به في ناس تانية هتبقى بتدير قاطعة أنت مسؤول عن أخطر مهمة في أول تجربة حقيقية أن الأندية اللي في الدوري الممتاز تدير نفسها فاحنا جبنا ما جبناش حد من الدوري الممتاز ربما كمان هو الأقرب هو الحاج عامر حسين واحد منهم حيترقص المكتب التنفيذي هما لسا يختاروا من بعض يعني الأمور تاشي أنه حيبقى له دور كبير طالما أن فيه ناس توسمت حكون أنا من المتفائلين أيضا معاه أتمنى أنه هو التاريخ يذكره أنه خرج بالكرة المصرية من كبوتها اللي هي الغموض وعدم الشفافية وعدم الكيل بمكيال واحد ودي مش هيكون إلا بوضع اللوائح والنظم والمحددات لمصارات الإدارة بالنسبة لهذه المصابقة وتنفيذها بصرامة دون نظر إلى ألوان إذا فعلت هذا ستدخل التاريخ أنت ومن معك لكن أتصور أن التحدي الأكبر لهذه اللجنة وربما ده يفسر لك شوية لماذا الإجماع على واحد إقصادي زي أستاذ أحمد ديام أن التحدي الأكبر حيكون في المجال الإقصادي إن المكان التنظيمي سهل هتقدروا تأخذوا النظم واللواح وتطبقوها دي سهلة ولكن إنك أنت تساعد المصابقة والأندية على أنهم يأخذوا حقوقهم الإقصادية ويسوأوا مسابقتهم بنفسهم والأسس العادلة لهذا التسويق وأن كيف يمكن مساعدة الأندية على خلق مجالات جديدة كل نادي عنده ميزة لازم يستغلها في أنه تساعده أنه يستثمر في هذه الميزة وبقدر الإمكان يبقى مش محتاج الدعم لا من الاتحاد ولا من الوزارة والناس كلها حطراهن على الخبرة الاقتصادية لأستاذ أحمد دياب ومن معه يمكن الجزئية الاقتصادية دي مؤجلة السنة دي لأنه ألف بقى مهم الربطة المحترفين بيع حقوق البس طبعا الأندية كل أندية المسابقة بيع هذا الحق بشكل فردي فبالتالي الموسم اللي هيبدأ حقوقه متباعة فالربطة ما عندهاش أو تشكيلها الجديد ما عندهش هذه التبعات هو عنده يحط القواعد اللي هيبيع عليها بعد كده ويساعد الأندية لأنه تعرف أنه ممكن أو أفق لك على واحد اثنين تلاتة مهمش كلها بس في حاجات كتير غير البس هو كربطة مسؤوليته البس يقدر يحط القواعد اللي على أساسها هتتوزع هذه الحقوق مستقبلة كمان الربطة مدتها موسم واحد أستاذ إبراهيم الكلمة اللي بتقولها دي أنا مش عايز أعطيها التركيز على إن كل الجانب الاقتصادي في البس التلفزيوني ده غلط هي كربطة عندها إيه تاني عندها حاجات كتير عندها حاجات عندها تساعد الأندية إنها تعمل جداول الأندية دي تقدر تروح تعمل تلعب ماتشاط خارج الحدود وتاخد فلوس عندها إنها تزبط الأداء الاقتصادي بين النادي واللاعب اللي وصل إلى انفجار غير منطقي ولا يتناسب مع قدرات الأندية الأندية الشعبية حتى تلاشى نتيجة إن في مبالغات لا طليق بالقدرات اللي موجودة اللعب في مصر بياخد أكتر من الفلوس اللي يقدر ياخدها برا قيمته التسوقية في بلده أعلى بكتير من قيمته التسوقية برا في دول أوروبية إلا من رحم ربي واحد أو اثنين أو تلاتة بالكتير اللي يقدروا يجيبوا مبالغ ده دور الرابطة هو أنتوا ليه ما تنظموش العلاقة بين النادي واللاعب فكرة إنك تحط لي إن اللاعب لازم ياخد كل عقده النهاردة وبكرة الصبح يتعاقد ياخد عقد جديد لا اعمل إن النادي لما ييجي يستغني عن اللاعب ممكن يعوضه بمبلغ أو يديله راتبه والتزامات المالية لحد ما يتعاقد عقد جديد لكن دي تبقى شغلانا حلوة والله أرتبط بيك وزهقك فاسبني فاخد عقدي منك وبعدين أروح في حتة تانية حتى لو قالك ده الفيفا دي قواعد الفيفا يا سيدي ليها حلول ولو اقترحت وحطتها في نظامك الأساسي الفيفا الفيفا عملت وفقلك على حاجات يا أستاذ إبراهيم هو الفيفا طبقت معايير السلامة أو الشفافية المالية أنت ما بطبقهاش لحد النهاردة وسايبك بلك 10-12 سنة كل سنة تأجل إنما كل عجل الفيفا الفيفا واخدش واختحم الفيفا وغير نظامها هو أنت لما تيجي كل لوائحك تبقى بتساعد المواهب في أفريقيا إنها تقدر تمشي وببلاش أو تهرب من وديع عشان تروح تلعب عندك في أوروبا لازم نتوقف في الحتة دي أفريقيا مش صغيرة مصر مش صغيرة مصر دلوقتي يجب أن تقود العمل الرياضي اللي فيه صالح الأندية الإفريقية وتقدم اختراحات وتقدم حاجات للإتحاد الإفريقي يتبناها أنا متوسم في رئيس الإتحاد الإفريقي الجديد متوسم في الخير متسبي نعمل هذا أنا باحمل الأندية أنا مش بتكلم على نادي أنا باحمل الأندية من فوضى الوكلاء وطموحات غير مشروعة إنها بقى موجود في النادي بتاعه عمال أتسوق علناً كده بلا حياء بدون ضوابط لا مطلوب كتير جداً يستطيع هذه اللجنة إذا أرادت خيراً أن تزمت هذا الأدار